موسيقى السيدات والسادات السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في نشرة الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي الإمارات أصدرت محكمة إماراتية يوم الاثنين التامن عشر من نوفمبر الفين وثلاثة عشر حكما بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم في حق السيد وليد الشحي بتهمة انتهاكي لقانون الجرائم المعلوماتية والذي جاء فيه يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها ويتضمن هذا النص القانوني المبهم أحكاما بالسجن قد تصل إلى 15 عاما لاستخدام شبكة الأنترنت في نشر أي شيء أو نشر أو توزيع أي معلومات أو أخبار أو رسوم أو صور أخرى تعرض الأمن ومصالحها العليا للخطر أو تنتهك النظام العام وتعتبر هذه الجريمة الجديدة بمثابة جريمة أمن دولة وبالتالي لا تخضع للإستئناف وألقي القبض على وليد الشحي في 11 مايو 2013 من قبل عناصر الأمن القوم الإمارات في عجمان دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه حينها رغم أنه كان واضحا أن اعتقاله مرتبط أساسا بطبيعة نشاطه على الإنترنت في الدفاع عن المتهمين في مجموعة الإصلاحيين الأربعة والتسعين الذين كانت تجري محاكمتهم آنادك أمام المحكمة الاتحادي العليا في أبوظبي وكان ينقل مجريات المحاكمة التي ميع من حضورها المراقبون الدوليون ووسائل الإعلام المستقلة والتي عرفت جميع أنواع الانتهاكات ابتداء من الاعتقال التعسف لكل المتهمين في السر وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة ومنعهم من التواصل مع محاميين وأقاربهم ومحاكمتهم التي انتفت منها جميع شروط المحاكمة العادلة حسب المواصفات الدولية لتنتهي بأحكام سجنية ثقيلة في حق معظم المتهمين الذين يوجد ضمنهم الدكتور محمد الركن الحائز على جائزة الكرامة لسنة 2012 لبت وليد الشحي رهن الاعتقال السري في أحد المراكز التابعة لأمن الدولة في أبوظبي المعروف بممارسة التعذيب وسوء المعاملة سوء معاملة المتهمين بشكل منهجي ثم نقل بعد عشرة أيام إلى سجن الوثب المركزي في أبوظبي لتوجه له تهمة حريض جمهور ضد أمن الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر وفقا للمادة 28 و29 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد مع الإشارة أن هذا التشريع كان موضوع توصيات عديدة تطالب بتعديله أو إلغائه أثناء لاستعراض الدور الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأمم المتحدة في نناير من هذا العام إدانة وليد الشحي والحكم عليه بالسجن سنتين وتغريمه ومن قبله عبدالله الحديد والحكم عليه بعشرة أشهر نافذة دليلان على أن السلطات الإماراتية لا تتقبل أي شكل من أشكال التعبير أو المعارضة ونمدجان للحملة الشرسة التي تشنها ضد كل الناشطين الحقوقيين والمعارضين الذين يمارسون حقوقهم المشروع التي يكفلها الدستور والتشريعات الإماراتية بشكل سلمي بما في ذلك حرية التعبير كما يشكل هذا الحكم انتهاكاً لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير واستقاء الأجباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية وكانت الكرامة قد وجهت في العاشر من يونيو 2013 لدعاً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية لحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الشحي وأن تسقط عنه كل التهم الموجهة إليه الأردن تعقد الجلسة الثانية من محاكمة ثلاثة أردنيين أمام محكمة أمن الدولة المعروفة بعدم احترامها لمشروط المحاكمات العادلة وذلك في العشرين من نوفمبر 2013 ويتعلق الأمر بكل من همام محمد قفيشة وأيمن عبدالعزيز بحراوي وضياء الدين عبدالعزيز شلبي على خلفية طبع وتوزيع ملصقات تحمل شعار رابع المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وألقى الأمن الوقائي القبض في السابع والعشرين من سبتمبر على أيمن عبدالعزيز بحراوي وضياء الدين عبدالعزيز شلبي بينما كانوا يقومون بإلصاق شعار رابع في منطقة تدعى جبل المنارة بعمال ونقل الرجلان إلى مركز الشرطة بالمنارة وسلموا إلى الشرطة العادية التابعة لإدارة الأمن العمومي بينما ألقي القبض على همام محمد قفيشة في اليوم التالي بعدما داهم رجال تابعين للأمن الوقائي بيته للاشتباه في مساندته لإنتاج ملصقات رابعة واحتجزوا حاسوبها النقال ونقل أيضا إلى مركز الشرطة بالمنارة ليتم تحويل الجميع إلى سجن الجويدة بعمال حيث لبثوا يومين قبل نقل الجميع إلى سجن الرميمين الذي لا زالوا فيه إلى حد الساعة وأشعر الرجال الثلاثة أنهم تعرضوا خلال الساعات الأولى من اعتقالهم بمركز الشرطة بالمنارة للضرب من قبل رجال الشرطة بشكل متكرر على جميع أنحاء جسدهم بهدف الحصول على معلومات تتعلق بانتماءاتهم وأنشطتهم السياسية وهو ما تسبب في تمزيق طبلة أدن البحراوي الذي لم يتلقى أي علاج لحد الساعة رغم طلبات محاميه المتكررة لذلك كما قدم المحامي شكوى إلى إدارة الأمن العام بشأن تعرض الرجال الثلاثة للتعذيب بمركز الشرطة بالمنارة إلا أن السلطات الأردنية لم تقم بأي تحقيق في هذه الادعاءات أو عرض المتظلمين على الطبيب الشرعي أو حتى تقديم العلاج الضروري لهم وفي الثلاثين من سبتمبر 2013 استجيب الرجال الثلاثة من قبل المدعي العام بمحكمة أمن الدولة الذي قرر متابعتهم في الثالث عشر من نوفمبر بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة طبقاً للمادة 118 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على حبس المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم ووجه إلى البحراوي تهمة إطالة اللسان وتحقير رؤساء دول عربية على خلفية رسائل نصية وجدت بهاتفه النقال على أحد مواقع التواصل الاجتماعي طبقاً للمواد 122 من نفس القانون التي تنص على عقوبة سجنية لا تتجاوز السنتين لكل من قام بقدح دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية أو رئيسها أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة وأيضاً المادة 195 التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات لكل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك وأرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي عن جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي أو يمس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال وأجلت المحاكمة بعد الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث عشر من نوفمبر أمام محكمة أمن الدولة إلى العشرين من نوفمبر 2013 ورفض القدار الثلاثة طلبت دفاع بالإفراج عن المتهمين الثلاثة بكفالة أو إحالة القضية على محكمة مدنية ونبهت الكرامة في مذكرتها التي وجهتها إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الثامن عشر من نوفمبر 2013 أن المحكمة أو محكمة أمن الدولة التي يعين أعضاؤها من قبل رئيس الوزراء تعمل بشكل وثيق مع دائرة المخابرات العامة ولا تحترم أدنى شروط المحاكمات العادلة وتنص لوائح المحكمة على تقديم المتهمين إليها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عن اعتقالهم إلا أن أحكاماً أخرى تسمح بتمديد فترة الاحتجاز دون محاكمة وفق تقدير المدعي العام لفترة قد تصل إلى خمسة عشر يوماً وعملياً غالباً ما يتم احتجاز المعتقلين دون محاكمات لفترات أطول من ذلك بكثير إضافة إلى أن العديد من المتهمين لا يسمح لهم بالحصول على المشورة القانونية خاصة خلال التحقيقات ورغم أن إجراءات المحكمة تنص على أن التصريحات التي يضلي بها المتهمون إلى المدعي العام يجب أن تكون طوعية إلا أن العديد من المتهمين الذين جرت محاكمتهم أمامها أفادوا أن تصريحاتهم جاءت تحت الإكراه ورغم أن السلطات الأردنية أعلنت عن تقليصها لاختصاصة المحكمة إلا أنها لا زالت تحيل عليها المدنيين وأضافت الكرامة في خطابها للفريق العامل أنها أوصت الحكومة الأردنية في العديد من المناسبات بما في ذلك في تقريرها الذي قدمته في إطار الاستعراض الدوري الشامد الثاني للأردن بإلغاء محكمة أمن الدولة نظرا لغياب كل ضمانات المحاكمات العادلة أمام المحاكم الاستثنائية ثم أنها طالبت الحكومة الأردنية بالكف عن قمع والطهاد الناشطين الحقوقيين بسبب أنشطتهم السلمية وهي نفس المطالب التي تقدمت بها كل من كندا وهولندا خلال الاستعراض الدوري الشامل وعبرت عنها سابقا لجنة حقوق الإنسان ولجنة ملاهظة التعديب بالأمم المتحدة ونشدت الكرامة الحكومة الأردنية بوقف اعتقال الرجال الثلاثة تعسفيا بضمان محاكمة محاكمة عادلة أمام محكمة عادية أو بالإفراج الفور عنه مشيرة أنها رفعت قضية الرجال الثلاثة إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة مطالبة إياه بإصدار قرار يؤكد والطابع التعسفي لهذا الاعتقال وهذه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بهذا نأتي على نهاية نشرتنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في نشرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة